التمرين A light ray starts from a denser medium يعني مادة أكثف من سوف نرى من الهواء denser معناه more dense dense معناه كثيف إذن denser معناه أكثف من of refractive index n equal 1.5 وهذا يؤكد المعطاية هذه نحن نعلم أن الهواء إذن refractive index لهواء هو واحد مثل الفراغ وبما أن هذا 1.5 أكبر منه معناه أنه أكثف منه ضوئيا أو من حيث المرور الضوء and passes to the air إذن بطبع هنا سوف تكون ظاهرة الانكسار وسوف تكون من مادة إذن أكثف من الهواء إلى الهواء إذن الهواء هو الميديوم الثاني the refractive ray makes an angle of 90 degrees from the normal إذن بعد الانكسار زاوية الخروض سوف تساوي 90 درجة والمطلوب الآن ما هي زاوية الدخول أو زاوية السقوط the angle of incidence بطبع الزاوية كلها تقاس بالنسبة للخط المعامد أو normal line إذن الصورة أو الشكل يجب أن يكون على هذا الشكل إذن من فوق إلى تحت الميديوم تمام؟ المجهول ولكن ما يهمناش الميديوم نحو الهواء إذن في البداية إذن السقوط يكون بزاوية theta 1 هذا هو المطلوب تمام؟ والخروج إذن في الهواء الخروج يكون تماما على زاوية 90 تمام؟ زاوية 90 n1 بطبع هو 1.5 للميديوم و n2 للهواء بطبع يساوي 1 الزاوية theta 2 تساوي 90 والزاوية theta 1 هي إذن المطلوبة في 80 إذن قانون الانكسار هو إذن n1 sine theta 1 يساوي n2 sine theta 2 theta 2 يساوي 90 درجة إذن الساين يساوي 1 و n2 يساوي 1 إذن 1 مضروبي 1 يعطيني 1 وأستخرج إذن sine theta 1 هو إذن 1 تقسيم n1 إذن 1 تقسيم 1.5 و إذا عكست إذن الدلة sine تتحصل على زاوية 41.8 درجة